مئتان وخمسون معملا حكوميا أغلق منذ عام 2003 وأكثر من ألف مصنع في القطاع الخاص أغلق أيضا بسبب إهمال حكومة بغداد لها من أجل إغراق سوق بالبضاعة الإيرانية فضلا عن تدمير البنى التحتية وسرقة حديد المعامل والمصانع من قبل الميليشيات التابعة لإيران وتهريبها إلى طهران حسب ما يؤكد متابعون تعطيل المصانع في العراق هذا كله ليس على المصانع في وزارة الصناعة بل وحتى التجارة وكذلك السلع الغذائية وغيرها كل وهناك أغرق العراق في السوق سوق التجارة يتحدثون الآن عن تبادل تجاري ولكنه بحقيقة الأمر ليس تبادلا تجاريا بقدر ما هو دخول بضائع من الخارج وإلى السوق الاستهلاكي في العراق ومن ثم قضية تماما على الصناعة المحلية على المنتوج الزراعي المحلي على السلة الغذائية وأصبحت كلها مستوردة ليس هناك قانون يحمي المستهلك وليس قانون يحمي المزارع ولا قانون يحمي الصناعة في هذا الموضوع شهر كامل المهرة التي منحها عبد المهدي لحل الميليشيات انتهت في الأول من شهر آب الجاري لكن الميليشيات لم تنتهي كما رفضت بعض الميليشيات المسلحة كميليشيا حزب الله وغيرها أمر رئيس الوزراء بحلها بحلها طهران تسرق من العراق لتنعش اقتصادها وتفتح ثغرة في حصارها وترم شراء سلع من العراق نظير خمسة مليارات دولار كعوائد تصديرها للطاقة والغاز لبغداد دخول قوات إيرانية حقا في الآون الأخيرة مما أربكى الوضع السياسي وانتهاك للسيادة العراقية السيادة العراقية السيادة واحدة سواء من الأقليم إلى البصرة وعلى حكومة الاتحادية أن تأخذ بمهامها حول هذه المسألة وتدخل في حوار دبلوماسي لمنع هذه الانتهاكات التي نرى الضحية الكبيرة لهذه المسألة مبالغ ضخمة تصل إلى ثمانية مليارات يصدرها العراق لإيران مقابل استيراد مختلف البضائع وانتهاكات عسكرية بالجملة سجلت في شمال العراق وخروقات سياسية ودستورية من قبل طهران غير خفية على أحد وما تزال حكومة بغداد تتصرف وكأنها تابع لها وتغض الطرف عنها بإرادتها أو من دون إرادة سعدون السلطان أوريانت نيوز كاركوك